اشتركوا في القناة الحمد لله كفا وسلام على ذي الذي مصطفى على سيد النبي المشتبة والأمين مصطفى على صحباتي الكرام ومؤلبيتي العظام المستكمنين الشرفة وبعد ومع تواصل وسيلة الشيخ الإسلام تكلمنا على مسألة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاهن عند الله جد في علا لا جاهر مخلوقنا عند الله أعظم من جاهه ولا شفاعة أعظم من شفاعته لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليست بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم فإن الإيمان بهم وطاعتهم يجب سعادة للأخرة والنجاة والعذاب مطلقا فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعا ومن مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعا أما الشفاعة والدعاء فانتفاع ألا بد بموقف على شروط وموانا يعني أد توفر شروط وانتفاع الموانا حتى نقول بذلك فالشفاعة الكفار بالنريات من النار والاستغفال لهم ومع موتهم على الكفر لا تنفعهم هنا أتى الكلام صريحا من ابن تأمين هنا الآن على أنه يرى بأن الكفار لا تنفعهم شفاعة فالأشفيع أعظم من محمد الأسلام ثم الخليل وقد دع الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى فقد قال رب اغفر لي والوالدها وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم وأراد بعض المسلمين أن يستغفر بعض أقاربه فأنزل ما كان للنبي ما كان للنبي والذين آمنوا معه آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربه بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ثم ذكر عوض إبراهيم ذكر الله عوض للإبراهيم قال ما كان استغفار إبراهيم لأبيه عن أبيه لأبيه لعما وعدت ثم وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأواه وثبت في الصحيح أنه قال أنقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على وجه وعلى وجه آزر قال قطر وغبر فيقول له إبراهيم ألم أقول لك لا تعصيني فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب أنت وعتني ألا تغزيني ويخزين أغزى من أبي الأبعد فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين ثم قال انظر ما تحترج عليك فينظر فإذا هو بذيخ مترطخ ضبع فيأخذ بقوائمه فيلقى في النار فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عزم جاهي وقدره عند الله لأرفع عليه وقد قال قد كانت لكم أصوة حسرة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براءه منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم من الأداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحدا إلا قول إبراهيم الأبي لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وليك أنابنا وليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وقفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وكذلك قد أمر المهين بأن يأتسوا بإبراهيم في كل شيء إلا في ذلك إلا في قوله لا أستغفرن لك وكذلك سيد شفاع محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هرايرة رضي الله عن أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزار قبرها فبكى وبكى من حوله ثم استأذن قال ثم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فأذن تذكر بالموت وعن أنس أن الرجل جاء لنفس الم قال أين أبي قال في النار فلما قف أدعى فقال النابي أباك في النار وسابت في الصحيح حينما نزلت وأندل عشراتك الأقربين دعا رسول الله سنة القريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا ابني كعب ابن الأي أنقذوا أنفسكم من النار أنقذوا أنفسكم من النار يا ابني عبد الشمس أنقذوا أنفسكم من النار يا ابني عبد المناف أنقذوا أنفسكم من النار يا ابني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة نعم أنقذ نفسك من النار فإني أملك لك من الله شيئا وهذا كما قال تعيشة حين نزلت وأنزل عشراتك الأقرابين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطالب لا أملك لكم من الله شيئا سألوني من مالي ما شئتم وقال لا ألفين أن أحدكم يجيء يوم القامة على رقبته فرسل له حمحما فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وأما شفعته الأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها وأن الصحابة والتبعين لهم بإحسان وسائل أئمة المسلمين هنا الآن بس احتراما لكلام شيخ رسالي وبيانا أننا قلنا أنه لما عمم كان موهما لكنه فصل لما فصل فصل وبينا بأنه أين لما فصل فصل وقال بأنه لا شفاعة تنفع المشركين بحام الأحوان أما شفاعته في أهل الذنوب من أمتي فمتفق عليها بنا الصحابة والتبعين لهم بإحسان وسائل أئمة المسلمين الأربعة وأنكرها كثير من البدع من الخوارج المعتزلة والزيدية وتبع الخوارج المعتزلة أنهم يدينون الله بأن بأن المسلم يخرج من الملة بالمعصية وأنه وأنه يخلت في نار جهنم فالشفاعة لا تكون هم عمتا الخوارج المعتزلة لا يقرون إلا بشفاعة الموقف فقط فقط أي شفاعة أخرى لا وقد قالوا قد قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفسنا عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعتنا لا يأخذ منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفع وشفاعة من قبل أياته يوما لا باع فيه ولا خلتنا شفاعة أما أهل السنة والجماعة فقد قالوا إجابة عن ذلك أن أحاديث شفاعة سابتة كثبوت الجبال الرواسي وأيضا قد ورد بهذا القرآن لفت القرآن إلى ذلك والأحاديث صريحة جدا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف مع شفاعة الأهل الكبار مع شفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها كلها أحاديث في الصحاح كلها أحاديث في الصحاح قد جاء في صحيحيني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي كانت له دعوة مستجابة فاختبأت دعوتي شفاعة الأمة وهي نائلة لأهل الكبار تصريحا لأهل الكبار ولذلك أيضا في الحديث أنه يقول النبي في أهل النار ويقول الله جعلا للأنبياء اذهبوا فأخرجوا من تعلمون فيخرجونهم وصاروا حمما ويقول الله جعلا شفاعة الملائكة شفاعة النبيون شفاعة المؤمنون بقيت شفاعة أرحم الراحمين فنفي الشفاعة نفي الشفاعة عن المشركين لقوله ما سألككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فنفي الشفاعة عن أهل الشرك وأهل الكفر وهذا متفق عليه الذين ادعوا لله ولدا والذين أشركوا مع الله غيره لا شفاعة لهم ولا تنفعوا شفاعة الشافعين ولذلك قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في سماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقالوا اتخذ الرحمن ولد بل عبادهم مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم بين أديهم ومخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشياته مشفقون وأيضا الشفاعة التي قد ادعاها أهل الشرك أنهم صرفوا العبادة لغير الله جل فعلاء ويتخذونهم شفاعة عند الله جل فعلاء كذبهم الله بذلك فقد استشفعوا بعباداتهم للملائكة والأصنام والأوثان يحسبون أنهم يشفعون لهم عند الله جل فعلاء ولم يكن ذلك بحال كذبهم الله جل وعلا في كتابه وبينا بأن الشفاعة منفية وأن الشفاعة لله جميعا وقد ناهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبول الأنبياء والصالحين مساجد لأنها ذريعة إلى الشرك فناها عن الشرك وناها عن كل وسيلة إلى الشرك وقد أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه فأمره أن لا يدعى قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمصه ومحاه ولعنى المصورين عن أبيهاج الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما أبعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعى تمثالا إلا طمصته ولا قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمصته هنا الكلام في هذا الباب على الفصل الذي تكلم فيه الإمام وهو بأنه التوسل هو اتخاذ الوسيلة من اتخاذ الوسيلة هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بشفاعة النبي سواء في الدنيا أو في الأخيرة قد تفيد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الكافر في الدنيا نعم كالاستسقاء وغير ذلك والنجاة أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم فلا يعجل الله لهم بالعذاب ويدعو لهم بالاستسقاء أيضا قد تنفعهم الشفاعة في الدنيا لكن في الآخرة لا يمكن أن دفعهم لأن الشفاعة بإذن من ربنا تدفع لها ولا يأذن الله للشفاعة في الكافرين أرأيت إبراهيم عليه السلام مع أبيه لم يأذن الله له ولم يأذن الله لنبينا إلا لعمه فقط حالة خاصة لا تعمم بحال من الأحواف وتكون الشفاعة في الآخرة شفاعة أو هي شفاعة ستة شفاعة والأهم أن الجميع يستشفعون بالدعاء ولا يستشفعون بالجاه ولا بالذات كما سيأتي ويمهد لبيان التوسل المشروع والتوسل الممنوع لكن الكلام على على مسألة التوسل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكم هي نفعة أو غير نفعة وهل هي مطلقة أم هي مقيدة وصحيح أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا مقيدة بإذن من الله للفعلاء ورضى من الله عن الشافع وعن 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 المشفوع علماؤنا يقولون وأن إذا إذا نظرنا إلى تمهيد الشيخ في هذا الباب نراه أنه يريد أن يبين أن الشفاعة بجاه النبي لا تصح والشفاعة بالملائكة والشفاعة بعيسى وبعزيس وبالأصنام لا تصح ولا يمكن أن تنفع عند ربنا جل جل في عناه هذا إن دل على ذلك دل على أن هناك الكلام على الشفاعة في شفاعة أو التوسل التوسل الذي شرعه أو أقره الشرع والتوسل الذي منعه الشرع إذن هناك يعني توسل ممنوع قطعا باتفاق مشروع قطعا باتفاق وبينهما تردد الذي بينهما خلاف فإن قلنا خلاف إذن لابد قبل أن ندخل في هذا الخلاف أن نؤسس أساسا أن كل خلاف لا يكون الحكم فيه بالهوى أو التصرع وعدم التريس وأن يروي ليفهم ويعقل وأن يربط الأمور بأسرها على مناططها وأن يجعل شيء في موضعه أو لا له دون أن يتعجل أو التصرع فيضع الشيء في غير موضعه فتكون المسألة فيها من الجفاء أو من الشدة أو من الحدة أو من القصوة أو من الخطأ بمكان فيروي في الأمر ويتريث حتى يستطيع أن يصل إلى الدرجة الصحيحة التي بها يكون حكيما ويضع الشيء في موضعه نحن نقول الأرض الصلبة في كل خلاف قد بيانها الله جل في علاه في كتابه وبيانها رسوله صلى الله عليه وسلم قال يا الذين أمنوا وطعوا الله وطعوا رسوله وولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ثم جعلها علامة الإيمان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وحسن تأويل وقال ما اختلفهم فيه من شيء فحكمه إلى الله ولذلك قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم الذين يستنبطونهم منهم وأمر الله جل في علاه باتباع الصحابة والسيلة على طريقهم ونهجهم بذلك قال علماؤنا الأرض التي يمكن أن المتنازع فيه ورد إليه هو الكتاب والسنة قد يقال ليس كل كتاب والسنة ستاة الإنسان أن يصل إلى المراد منه قلنا بفهم الذين قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات وأمر باتباعهم وقال إن يجمعهم حج على الأمة بأسرها قال الله تعالى من يشاق الرسول من بعد ما تباين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لهم الصحابة ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تقول ونسليه جهنم وساءت مصيرا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليه بسنة وسنة الخلفاء رشيدين المدينة من بعد عضوا عليها بنوارس قال وإياكم محطسات الأمور فإن كل محطسة بدعة وقال إي يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وقال اقتدوا باللدين بعد أبا بكر وعمر وقال صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على ثالث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة واحدة قالوا من يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحب ما أنا عليه اليوم وأصحب فإذن المسألة هنا لابد فيها من أمور أولا كل ما كان الخلف فيه وارد ننظر في الرعيل الأول هل وقع فيه هذا الخلف أم لا والأمر الثاني إن وقع ننظر فيما يكون الحل في هذا الباب فنرده إما في الكتاب وإما في السنة أو في الكتاب والسنة بفهم أهل السنة الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا براسنا في مسألة إظهار الخلف ثم مع ذلك إظهار الراجح من المرجوح بالرجوع إلى الكتاب والسنة وأيضا لا يكون الكتاب والسنة فقط بل بفهم سلف الأمة ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم فاصل في الخطاب على مسألة المشركين ومسألة والدي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في النار هي مسألة المتأخرون ما استطاعوا أن يقبلوها بحالم الأحوال والمتقدمون يقبلونها ولا يقفون معها أما المتأخرون فلا وأنت ترى أن السيوطي ذهب فأتى بأدلة كثيرة جدا وأدلة أضعف وأوهى من بيت العنكبوت ويصححها بأن النبي أحيى الله أبويه فدعهما الإسلام فأسلم والصحيح أن هذه المسألة بُت فيها هي فيها أربعة أقوال فالقول الأول أنهما في الجنة القول الثاني أنهما في النار القول الثالث التفريق بين الوالد وبين الوالدة الوالد في النار وإذا ليست كذلك أنهما من أهل الفطر الأقوال هذه كلها بطلة وصحيح أن أنهما في النار لأن النبي صريحا قال استعزنت على استغفر الأم رمي أذني ما كان نبي الذين أمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا لي قربها فلم يأذن لي ثم استعزنته لأزور قبرها فأزن لي فهذه دلاله وضح جدا أنها في النار ولأنه لم يقبل استغفار له وأما أبوه فجاء فسح مسلم التصريح قال إن أبي وأباك في النار هذا الأصل في هذا في هذا الباب إذن أول الكلام على ذلك أننا لابد أن نفهم بأنه التوصل بشفاعة النبي السلام بدعاء النبي لأن هذا سيأتي ردا على حديث الأعمى الذي توسل بدعاء النبي لكنهم يلبسون الأمر في غير تلبيسه ويقولون أنه توسل بجاه النبي فالصح أنه توسل بدعائه وألمح المصنف هنا بعدما بينا عدم قبول شفاعة إبراهيم عليه السلام في أبيه وعدم قبول شفاعة النبي في أمه وأيضا تصريح أن الله جل في علا بأنه لا تقبل الشفاعة وشفاعة كلها لله جل في علا فيها دلالة واضحة جدا على أن التوصل سيكون توسلا مشروعا وتوصلا ممنوعا والتوصل المشروع لابد أن يكون وفق الشرع والتوصل الممنوع والذي خالف أو أتى بشيء مقالف لصريح الشريعة وهذا سيت تفصيله إن شاء الله في الكلام على توصل المشروع بالتوصل بالله وذاته بذاته المقدسة وأسماء سبحانك اللهم وربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما